حقق متسابق الدراجات المائية الكويتي عبدالله الفاضل المركز الأول في بطولة الولايات المتحدة الأمريكية للسنة الثالثة على التولي بفئتي الغير معدل والمعدل لكبار المحترفين ونجح الفاضل في تحقيق لقب البطولة وإنهائها من غير إصابات والتي تعتبر استعدادا لبطولة العالم التي ستقام خلال الفترة من الثاني حتى الثامن من اكتوبر المقبل في بحارة هافأسو بولاية أريزونا الأمريكية يذكر أن المتسابق عبدالله الفاضل حقق في السابق لقب بطولة العالم السنوية كم أنه يعتبر المتسابق العربي الوحيد الذي حقق لقب بطولة الولايات المتحدة الأمريكية